السعودية مملكة العربية السعودية الشقيقة يبدو انه الاوضاع ليست على ما يرام في العلاقات ما بين البلدين مصر والمملكة طبعا احنا شايفين متغيرات كتير جدا بدأت من يعني الجلسة الشهيرة لمجلس الامن ثم ما جرى من قرار ارامكو بمنع امدادات النفط لمصر سواء مئة الف لتر اللي كانوا حقهم هيدفع ولكن على تسهيلات واسعة في الحقيقة ثم فجئنا بزيارة مستشار العاهل السعودي خدم الحرمين الشريفين المؤقر الى اثيوبيا وزيارته لسد النهضة ففي تطورات يعني الحقيقة لافتة للانتباه في ما يجري في المنطقة العربية وفي العلاقات المصرية السعودية طبعا مرة تانية احنا بنكرر يمكن وقلناها مليون مرة انه يا جماعة احنا الاوضاع صعبة على الناس كلها وفي بلدان متوترة وممكن طبعا انتوا عارفين ان بلدان الخليج بتحارب حربين خاسرتين في الحقيقة الاوضاع في اليمن ليست على هاوى المملكة العربية السعودية على الاطلاق لانه الاوضاع في اليمن بتترتب ما بين الحوثيين المدعومين من ايران وما بين علي عبدالله صالح الرئيس الاسبق في اليمن والاوضاع مش يعني على الارض مش في صف ابدا المملكة العربية السعودية في هذه الحرب وبالتالي هناك ملامح خسارة فيما يجري في اليمن من ناحية تانية كل السعودية وقطر كانوا متحالفين في المشهد السوري ضد بشار الاسد الحقيقة اغلبها كانت على اسس مذهبية نتيجة ايضا الدعم الايراني لرئيس بشار الاسد وطبعا ما جرى في حلب اليمن اللي فاتوا والانتصارات اللي عملها جيش الاسد قدت الى انه هما برضو حاسين بخسارة كبيرة جدا فيعني بلدان متوترة كنا نظن ان هذا التوتر وهذه التغيرات الاقليمية في المنطقة ما تخلينا الاكتر ريبين اكتر لبعض لكن الاوضاع لا تبدو على هذا الحال لانه طبعا هذه الزيارة لاثيوبيا وبهذا الشكل احنا ما بنقولش ابدا انه ما يبقاش في علاقات ما بين الدول وبعضها ما بنحتكي احنا عندنا علاقات مع اثيوبيا وحسب توجهنا الاستراتيجي مع اثيوبيا احنا علاقتنا كويسة جدا ومشيين في سكة الناس عندها مصالح واحنا لنا مصالح الرئيس اختصارها بانه هم ليهم حق في انتاج الكهرباء واحنا كمان لنا حق ان احنا نعيش فيعني الامور احنا هنتفهم احتياجاتهم في انتاج الكهرباء وهم يتفهموا احتاجاتنا في انه موضوع النيل ده حيق وموت يعني ما فيوش كلمتين يعني عيش ينموت وبالتالي هم فاهمين كويسة هذه الرسائل فاحنا مش ضد اطلاقا ان تكون هناك علاقات ما بين اي بلد عربي ما بين اثيوبيا بل على العكس احنا يهمنا جدا ان تكون اثيوبيا بلد شريك لمصر واحنا شركاء في نهر واحد الى اخره في مشكلة اه في مشكلة تتحل بالزوق تتحل لقدر الله بحاجة تانية بقى كل الدول اكيد عندها اختياراتها لكن هي مش قضية انه ان احنا يعني مش عايزين السعودية بعندها علاقات مع اثيوبيا لا هي قضية عارف اللياقة والتوقيت والشكل تنعاردة بتقطع مع مصر بطريقة الحقيقة جامحة لم نكن نأملها لان احنا بنحب الشعب السعودي الحقيقة وبنحب هذه الاسرة ومقدرين حاجات كتيرة جدا وبنكرر كل مرة بنكرر احنا مش عايزين لما نختلف نقود نتخانق ونقود نشتم بعض ونقود نهين بعض رغب ان بتحصل حاجات من هناك لكن احنا عايزين نبقى ارقى من كده لكن الحقيقة برضو رد الفعل السياسي مش في شيكتو مش شيك مش لاق مش دي طريقة يعني انت دم تقطع معنا احنا شكاء بقى الدم والدين واللغة والكفاح والمصير المشترك والمنطقة العربية اللي بتخرب وكل الحاجات دي ثم انت بتحط ايدك في ايدين الطرف تاني كان اثيوبيا كان كينيا كان زينبابوي مش دا الموضوع بس الشكل مش حلوس ثم مشهد زيارة السد والفرح بتاع زيارة السد وانت تعلم حتى من باب اللياق انت تعلم انه هذا السد بيمثل يا سيدي مش هقولك خطر محيق لان احنا في النهاية ربنا كبير وانحنا ان شاء الله نرد اي اعتداء على حياتنا لكن مش هقولك خطر محيق قدنا بنتفاهم مع الناس لكن انت عارف انه السد يمثل علامة استفهام كبيرة في مصر ويمثل قلق للمصريين مش المصريين اللي هم الرئيس سيسي وسبح شكري لأ المصريين المصريين كل المصريين دي علامة قلق كبيرة فانت ظهورك في هذا السد بهذا المشهد الاحتفالي اللي هو بيشكل علامة فارقة في علاقتنا مع الاثيوبيين الحقيقة تحس انها فيها مش لطيفة يعني مش حايزة اقول كيد يعني فيها مكايدة كده دمها مش خفيف يعني اللياقة آه علاقات موجودة علاقات موجودة ايه يعني تبقى العلاقات موجودة على طول يا رب تبقى علاقتكم بكل الناس حلوة بس في الشكل واللياقة الحقيقة ما كانش شكلها حلو دفعتنا اكتر لاسئلة ليه بنقول دفعتنا الاسئلة لانه الحقيقة ما احنا مش واخدين اجوبة مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي في توجه الاستراتيجي راجل مش غلط مصر مش غلطة ادارتها هادئة ومتزنة في اعقد الامور وفي اصعابها مصر ما خرجش منها لا لفظ سيء ولا مبادرة باعتداء ولا تعليق دم متقيل طول الوقت مصر مشي بطريقة محافظة ورقية ومحترمة ما نترقبه من الطرف الاخر ومن كل الاطراف الاخرى مش بس الشقيقة السعودية اللي بنحترمها وبنجلها ومع مكان الخلاف مع مكان الخلاف لكن اللي كنا بننتظره هو ايضا اللياقة الشيك انت بتدايقني انت بتغزني يعني انت بتغزني بانه متصور وفي السد وكده طبعا الحاجة الحقيقة بتزعل ومزعجة ما عارفش انت شاءوا عندكم الصور دي ولا لأ هتلاقوا على اليوم السابع مستشار العالي السعودية موجود في السد طب ليه يا عم ليه طب فرحان بالصور كده ما تعمل العلاقات اللي انت عايز بس انت مش فاهم دي دلوقتي تعمل ايه تعمل انهي اشارة يعني ايه الضوء اللي بناخده ايه الرسالة اللي انت بتدهاني كده كتير علينا كتير علينا واحنا برضو مش عايزين نزعل من اخواتنا ومن اشقائنا هتفضل علاقتنا كشعبين علاقة قوية هنفضل اخوات ونفضل اخوات في الدم لكن يحق لنا الان ان نسأل ما هو مصير هذه العلاقات على هذا النحو لو فضل الامور كده اللي احنا شايفين الخط بيتكر من هناك مصر ما غمرتش بموقف سخيف مثلا مثلا ما قولناش طب ما احناش شغالين في حراسة باب المندب في موضوع اليمن ما قولناش كده ما قولناش مثلا ما طلعتش تصريحات من مصر مثلا قالت انتو بتتكلموا على المدنيين في حلب طب ليه ما بتتكلموش على المدنيين في اليمن مثلا ما بدأتش الصحف المصرية مثلا تنشر حتى التقارير اللي بنشرها الامريكان عن الحرب في اليمن راح في مبعوث دولي راح اسماعيل ويند الشيخ مبعوث دولي راح بيحل في المنطقة اليمنية في اليمن وكده مسبت مكانة الحوثيين يعني كل الفلوس اللي اتصرفت وكل الحرب وكل الشهدة في المملكة العربية السعودية لو فضلوا الحوثيين يبقى انه لم تكن هناك حرب ولم يكن هناك انتصار محدش تكلم في حاجة يعني حتى ما الكلام ده هتلاقيه حتى في الاعلام المصري محافظ على هدوء واتزانه ادراكا من انه يا رب تكون سحابة صيف يا رب ما يكونش فيه حاجة وحشة يا رب مش هارف لكن افرد حاجة وحشة يعني ما ده احنا حربنا اسرائيل وحربنا امريكا وده احنا حربنا العالم احنا مش 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 بيستنيين حد برضو يعني ومالفودي يقروا الرسالة اللي حصلت الفترة اللي فاتت انت لما منعت البترول المصريين عملوا ايه ما جريوش في الشوارع يصوتوا ما جري المصريين وبكلم بجد بكلم الادارة السعودية اللي بنحمل لها كل التقدير وارجو ان كلامي يتاخد بمحمل حرية الرأي بش بمحمل العدوان لان احنا لا لا نريد العدوان لكن السور اللي هتشوفوها دي طب معت ايه انت ده مستشار لعالي السعودية وموجود في سد النهضة وقاعد مع العمال ومتصور مع العمال يعني برضو حاجة وانت اللي مطلع السور والسور طلع من عندك وفرحانين بيها انتو فرحانين بيها طب انت بتقول لي ايه انا بتقول لي ايه كمصري فانت بترول ومنعت علاقات وديقت فلوس ومنعت استثمارات ووقفت عرامكو وبطلت اعلامه بيهاجم اعلام السعود بيهاجم منعت البترول قبل 11-11 مستشارك راح اسيوبيا الله نفهمها ازاي انت لما جيت منعت البترول ليه ما بتاخدش بقى انت الرسالة دي وتقرأها في سياقها الصحيح بكلم الادارة الادارة المسؤولة يعني ليه ما تاخدش الرسالة في سياقها الصحيح انت لما جيت منعت البترول احنا ما جنناش في الشوارع نلطن بالعكس ده انت صدر القرار بتاع رفع جزئي للدعم عن اسعار البنزين ومصريين وقفوا وصمدوا وما عملوش اه تعمنين طبعا تعمنين بس بكرامتنا بكرامتنا فانت كما مفوت تاخد الرسالة انت مهما ضغط في شعب هنا القضية هنا مش ادارة مش ادارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولا لا ده انت بتكلم في شعب وهو عايز كده الشعب اراد انه هو يملك قراره اراد انه يتحمل النتائج عارف حجم الخسائر اللي حصلت السنوات اللي فاتت فانت بتضغط على مين على الرئيس السيسي هو الرئيس السيسي يقدر من غير ارادة هذا الشعب انه هو يعمل حاجة الشعب ما هواش عايزها او انه هو يكسر كرامة هذا الشعب حتى الرئيس السيسي نفسه هيفكر الف مرة قبل ما يتخذ قرار يظن انه يعاند به هذا الشعب احنا في المقابل انت شايف حتى تيران وصنافير الامور مشى في سياقه الطبيعي في قضاء والادارة المصرية حتى ما ترجعتش مثلا ما قلتش لا طب بتوعنا حتى ما عملناش حركات العيالي دي اللي دمها تقيل ومتحملين الادارة المصرية نقد كبير جدا مش بقول في المعارضة بس كتير جدا من الناس اللي مش فاهمة جغرافية المنطقة او تاريخها متضايقة من توقيع اتفاقات الحدود يعني ده طبيعي سيبك فيه ناس فاهمة جغرافية وفاهمة الحدود الجيو استراتيجية والاستراتيجية والجغرافية والتوبغرافية وكل حاجة اللي موجودة في المنطقة فاهمية فيه ناس مش واخدة بالها فمتضايقة ومع ذلك الادارة في مصر فضلت متحملة التزامها تجاه توقيع اتفاقات الحدود فانت النهار ده بتعمل معايا كده ليه انت ليه بتعمل معايا كده ليه يعني مستضعفنا ليه كده انت اليمن ما حققتش انتصار سوريا ما حققتش انتصار طب انا زنبي طب انا زنبي انه ما حققتش انت برضو مش خبرة في هذه في الصراعات العسكرية اللي بالشكل ده طبعا لا اقصد اي اساقة برضو برجع بقول لا اقصد اساقة لكن معلش المنطقة منطقة الجزيرة ليست خبيرة في مسائل الصراعات العسكرية للدرجات احنا انتوا اول حروب دخلت في المنطقة انت بتكلم على الغزو العراقي ليه الكويت الشقيقة الامريكان والتحالف دولي ومعاهم مصر هو ده اللي حصل انت اول ما عرفتك بالحروب الحروب اللي بجد بقى سارة تسعين يناير واحد وتسعين مع اول بداية القصف على بغداد وكان الحرب في بغداد يعني اه ساروخين سكاد والكلام ده عملهم صدام حسين بس يعني برضو ما فيش خبرة كبيرة في مسألة الصراعات العسكرية بهذا النحو واليامن خطر وانت اليامن دخلت بطموح كبير ما حققتش ربعه سوريا المسألة مذهبية يعني المسألة في سوريا مسألة مذهبية قوية جد الغريب جدا انه كمان ما حدش واخد باله انه فيتها ناقضات كمان في الحرب ما بين سوريا ما بين اللي بيحصل في سوريا ما بين اللي بيحصل في العراق السوريين بيحربوا فصائل كانت بعضها متطر بعض الفصائل اللي كانوا بيحربوها الجيش السوري فصائل متطرفة زي بالزبط الفصائل المتطرفة اللي موجودة في الموصل يعني ما هو داعش هنا هو داعش هنا فانت بتحارف في الموصل مع الأمريكان ضد داعش وبتحارف في سوريا مع داعش ضد السوريين طب هو ازاي عن الموضوع مين بقى بطنة مين ما هو لازم الأمور تفلت منك لأنه ما فيش منطق في الصراع يعني لا يوجد منطق مصر قالت أنا ما أخرجش بره حدودي أنا عندي مشاكل كتير وبس قالت ايه والله يا جمعنا لتنزم بالحاجات الإنسانية فانت النهاردة كل هذا الجموح وكل هذه التصرفات وكل هذه المكايدات اللي ما بنشوفش لها معنا مش منطقية ليست منطقية تخدم مين في رأيي المتواضع وبنصح بي حتى الشرط يعني بنصح المثقفين السعوديين بصح الكتاب السعوديين زملائي محترمين من الإعلام السعودي إنه يكون في نصح بإعادة النظر لإنه في النهاية ده ما بيخدمش حد إلا كل أعداء هذه المنطقة إحنا فاهمين ده كويس يعني إحنا في مصر المدركين إحنا ليه بنقول لأ السعودية لا هنفضل علاقاتنا كويسة مهما حصل دول إخواتنا مهما حصل إحنا مش ناسين لهم بس كمان إحنا بنتوقع منهم إنه هما ما يبقوش ما يعملوش الحركات زي بتاعة إحنا ما نقدرش نعمل ما نعملش إحنا حاجة زي مش هنجيب مثلا مش هنبعد موفد من عندنا يقابل الحوثيين لا مش هتحصل يعني مش للدرجات دي إلا بقى إذا الأمور اتعقدت والخريطة التوازنات في المنطقة تغيرت دي تبقى قصة تانية كل واحد بقى يدور على مصالحه لكن إحنا برضو بنقول لحد اللحظة الأخيرة نحن حريصون كل الحرص على العلاقات مع المملكة العربية السعودية والشعب السعودي بتكلم باسمي كإعلامي وباسم الإحساسي بما يدور في الشارع المصري فيش حد عايز يخسر المملكة العربية السعودية أبدا لكن من ناحية تانية ما فيش حد عايز هذه التصرفات تتم فتزيد الفجوة وياخدها الإخوان وياخدها الرهابيين ويفضلوا يعمقوا بيها ما بين قطبين مهمين في هذه الأمة انت بعندكش حد خلاص انت إيران من الشرق وإيران في الجنوب وإيران في الشمال مش عارف إزاي مش واخدين بالهم الحكاية دي يعني إيران خلاص إيران بقى يعني في سيطرة على اليمن إيران مسيطرة على العراق إيران هي التي ساعدت في سوريا فانت عندك هزائم متعددة وانتصارات لدولة انت ما اعتبرها دولة خصم مش هقول عدو دولة خصم يا سيدي بتحارب هنا وبتحارب هنا طب انت عايز إيه تروح بقى أثيوبيا ليه إيه الفكرة يعني في الشكل ده لا نرفض العلاقات ما بين مصر السعودية وأثيوبيا لأننا لنا علاقات كخوية ونريد تعمقها مع الأثيوبيين لكن بتكلم في شكل رسالة سد النهضة هو ده اللي احنا وقفين عليه فأنا النهاردة الحقيقة عايزين نذاكر الموضوع بطريقة هنترحل أسئلة ونشوف الدنيا تمشي إزاي يعني انت النهاردة عايز أعرف إحنا متجين فين فأنا ضيفين جايب ضيفين النهاردة متخصصين في هذا الملف أحدهم دبلوباسي والآخر باحث كل اللي هنعمله هنطرح الأسئلة ونطرح سيناريوهات لأن إحنا من حقنا كمصريين النهاردة نحنا نفكر إيه شكل المستقبل في علاقتنا مع الأشقاء في السعودية هل هترجع مش هترجع هل ندور على استثمارات تانية في حتة تانية هل هترجع العلاقات بشكل كويس طب إيه اللي هيحصل في المستقبل طب الوضع هيكون إيه فيه ملفات كتيرة جدا نهاردة حتى ضيف بقى على ده البيان اللي طلع من مجلس تعاول خليجي لما يطلع بيان بيودين بيودين مصر في اتهامها القطر بالإرهاب ده القطريين اعترفوا إنه الراجل اللي فجر الكنيسة وكان وراها اللي خطط للتفجير كان في قطر هم قايلين إحنا هو مصر قالت إيه مصر قالت إنه الراجل الإرهابي ده اللي بسقول في التنظيم ده كان في قطر والطقى قيادات الإرهاب في قطر يا مصر قالت إيه حاجة غير كده بتكلم في البيان الرسمي إنه دي عناصر إرهابية مرتبطة بعناصر إخوانية في قطر إيه اللي حصل إيه اللي مصر عملته قال هو بعيد عن الدنيا إنه قطر متهمة بالإرهاب الأمريكان مطلعينها في تقرير رسمي المراكز الأمريكية كلها بتقول إنه قطر فلوس قطر في كل حتة في الإرهاب القطريين عندهم عجز في الموازنة شفت عمرك شفت بلد 300-400 ألف بني آدم عندهم نص صاروات العلن في الغاز عندهم عجز 13 مليار دولار في الموازنة ده 13 مليار دولار يصلحون الاقتصاد المصري أبو 100 مليون نسمة قطر عندها عجز 13 مليار دولار ولسه شغال قول لي بقى بيعملوا إيه عشان يصرفوا 13 مليار ده إيه ده في الميزانية المعلنة ما تكلملاش في الميزانيات السرية اللي هي بقى بير بيترول متوجه بس للجزيرة بير تاني متوجه بس لداعش بير تالت متوجه بس للإخوان ما تكلمناش في ده عندهم عجز 13 مليار دولار بتتكلموا فيه احنا بنتكلم فيه موضوع الحقيقة صعب انت با عايز تقول لي ان احنا اتهمناهم بالإرهاب هم طبعا متهمين بالإرهاب ليس لشي احنا بس ده الدنيا كلها طب مصر بقى قالت يه العناصر دي اللي كانت موجودة هنا دي وعملت فجارة إخواتنا في الكنيسة هم دول كانوا موجودين في قطر ويرحوا قطر القطريين نفسهم ما مطلعوا بيان اعترفوا بكده النهار ده سؤالي هو هل يستطيع مجلس التعاون الخليج ان يصدر بيان يدين الضحية يدين الضحية دون علم من اللقاء العربية السعودية يعني قطر اللي مشغلة المجلس قطر مشغلة مجلس التعاون مشغلة السعودية وكل بتاع مش مقبولة برضو هتعدي دي من تحت السعودية لا طبعا اكيد ده بيان طلع طالما باسم مجلس التعاون يعني السعودية موافقة يعني النهار ده المملكة العربية السعودية بتطلع بتوافق على اصدار بيان بيودين الضحية ده احنا اللي معتاد علينا ده احنا اللي اتضربنا في الكنيسة ده احنا اللي استشهد مننا ناس والوقت كان في قطر والقطريين اعترفوا الله ده كلام غريب ايه جدا يعني كلام ده متقيل وسخيف وكده يعني صعب ايه معناه يعني ايه معناه فالنهار ده هيكون الحقيقة ضيفي سعد سفير هاني خلاف وسعد وزير الخارجية الاسبق للشؤون العربية هو منذوب مصر السابق في الجامعة العربية انا هو بتكلم على الهادي انا مش جايين نضرب نار في فرح ولا جايين نعلن الحرب الاعلامية ولا جايين نهين حد خالص خالص احنا بنقول طيب دي اسئلة مشروعة ولا مش مشروعة انتو مش يتحاربوا في سوريا عشان الديمقراطية طيب من الديمقراطية مش في سوريا استعمل يشوف كلام قطريين يقولك ايه والتقرير الديمقراطية في سوريا انت هتستعمل يالا ديمقراطية انت تعرف حاجة عن ديمقراطية انت في قطر يقولك ايه ومن اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا يا ابني انت كنت بشغل العمال بالسخرة في بناء استدات رياضية عشان عشرين عشرين انتقول ليه والله الواحد شرور بالية ما يضحك والله يقولك وإقرار الديمقراطية في سوريا انتو عارفين الديمقراطية بجد طب اسمين لها كده اسمين لي ديمقراطية يا راجل كلام فاضي ويه برضو هيكون معايا الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث والمحل الأسياسي بمركز الأهرام ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية السابق اللي بتصدر عن الأهرام برضو رصانة احترام عقل هدوء احنا بنبحث يا جماعة احنا رايحين فين معاكم احنا بنقول ليه أثيوبيا حصل فيها كده ليه عملت كده في مجلس تعاون الخليجي ليه وقفت معايا البترول ليه منكد عليا في إعلامك ايه السبب هواي هواي بس هو ده الكلام